مع اقتراض موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول مقبل بدأت دائرة الانسحابات تتسع لتشمل عددا من الكتل والكيانات السياسية مما يعد مؤشرا على عمق المخاوف والشكوك بشان إجراء انتخابات نزيهة في البلاد سلسلة الانسحابات بدأت مع إعلان مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات بعد ثلاثة أيام على فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية والتي عدت محاولة للتنصل من مسؤولية استحواذ تياره على أغلب المناصب الحكومية ومنها القطاع الصحي انسحاب الصدر عقبه إعلان كل من الحزب الشوعي وجبهة الحوار الوطني بزعمة صالح المطلق انسحابهم أيضا من الانتخابات ليلتحق بهم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بسبب ما وصفته الكتل المنسحبة بتلاشي فرص النجاح لإقامة انتخابات نزيهة في ظل السلاح المنفلت والمال السياسي والأوضاع المتفاقمة في البلاد مفوضية الانتخابات أكدت أن الكتل المنسحبة لم تقدم أي طلبات تحريرية للانسحاب من الانتخابات مضيفة أن لا قيمة قانونية لها بعد إغلاق باب الانسحاب في العشرين من شهر حزيران الماضي مراقبون يرون أن هذه الانسحابات يتكتيك دعائي وسياسي لا أكثر إذن أسماء المرشحين باقية لدى المفوضية وبالتالي يمكن لهذه الكتل والتيارات المنسحبة العدول عن ذلك في أي لحظة وأضاف المراقبون أن الخلل برز في بدي إجراء المفوضية بالسماح لأكثر من عشر ميليشيات مسلحة بالمشاركة في الانتخابات على الرغم من أن القانون يحضر مشاركة العسكريين وقادة الأمن وأي جناح مسلح داخل ميليشيات الحجد بالانتخابات مقاطعة حقيقية كانت هذه الانسحابات أم تكتيكا دعائيا فإنها ستزيد قناعة الشارع العراقي الذي قاطع الانتخابات السابقة بنسبة وصلت إلى أكثر من ثمانين في المئة بأن هذه الكتل لا تهتم إلا بمصالحها الحزبية والشخصية